حسن الله عليكم هذا السلام يقول لا يخفى على حضيلتكم ما تتعرض له بلادنا من حملات شرسة على عقيدتها وثوابتها والدعوة التي قامت عليها دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالغهاب رحمه الله فكيف نواجه هذه الحملات هذا ليس بغريب هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان المنافقون يقولون وماذا كان الكفار يقولون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فالمسلمون دائما مستهدفون من أعدائهم قال الله تعالى لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ هذا ليس بغريب وهذه المملكة ليست في شك من أمرها ولله الحمد بل هي على قاعدة ثابتة وعلى دين حق ودعوة مباركة ليست في شك من أمرها وليست على خطأ وإنما هي على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤثر عليها نباح الكلاب أو كلام الأعداء كله هذا إنما يرجع على أهله وإنما يضرون أنفسهم ولهذا قال جل وعلا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٍ نعم أحسن عليكم هذا السلام يقول هل من يموت بحالة السيارة أن ما نتوقع منهم المدش أن ما نتوقع منهم اللذن ما نتوقع منهم أنهم أمدحون وَلَا نَبِيْهُمْ يَمْدِحُونَ لِنَا أَيضًا ما نبيهم يمدحون إنا نريد وجه الله عز وجل ما نريد مدش لا منهم ولا من غيرهم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر